البرحة قرأت مقالة مثيرة جدا على الواشتن بوست لا تفكر احجي بالموضوع لو لا لان شوية الموضوع حساس واني ما رايح للمصر قبل واريد اروح واريد افتح باب تفتح لي مشاكل لان كنش عاجبني اروح القاهرة بس ما تحملت لان الموضوع مو العلاقة بمصر فقط بقدر ما العلاقة باستاذ دونالد ترومب تعرفون هش قد احبه اوكي العلاقة شوية بالحكمة المصرية ايضا شوف هذا الفيديو المصر اتنامي بس نستمر مباشرة بشكل حالي اجبار او حشان الاساس كيف كان يعمل مصر البرحة في نجمع كنجز مصر اتنامي بس نعم الى الا طوال الواجاتب ان اتنامت لان اتنامي ان اتنامي انتنامم الوحشان جدا شوف نعمل اتنامي ابو اتنام الان باشا اتنام من اعجل لنصب ان اتنام نناميش مع جميعاً لتوقع مرة أخرى نحن نتقل على مرة أخرى و أريد أن أعرف كلما يمكن أن يكون هناك من المؤكد أننا نحن بسيسي و هو عمل جيد في مدفوع الثمن نحن بسيسي و عمل جيد و الناس الإيجيب هذا الفيديو لما كان ترامب رئيس ومده برئيس مصري عبدالفتاح السيسي و الظاهر كان على المديح مدفوع الثمن مثل ما تقول المقالة يعني ما لي علاقة ترامب كان قبل الانتخابات يقول أنا شخص أمول حملتي الانتخابية بنفسي و لا أحد يصرف علي بس أكيد كل هذا كذب كان يأخذها برعات لأنه ترامب لا يصرف ملايين بهذا الشكل يأخذها من غيره قمت الحملة مالتا 2016 قبل ما ينتخبه و طلع تسجيل إليه يتكلم بشكل سيء عن النساء و شغلات قوية قالها يعني شلون أنه مشهور يقدر يتهجم عن النساء يبدو أنهم يملكون يبدو أنهم يملكون يبدو أنهم يملكون و عندما تكون مدفوع يمكنك أن تفعله كل شيء يمكنك أن تفعله كل شيء هذه أثرت قوة على صورته و يحتاج ملايين دولار حتى يصحح الصورة و غاية بالإعلام و لا يريد أن يستعمل فلوسها لكن الله سواها و قال في خطبة سأدفع من جيبي 10 ملايين دولار اليوم سأدفع من جيبي 10 ملايين دولار و أنا أستعمل من جيبي لكن يقولون مو من جيبي قبلها 2016 في الاجتماع حيات الممتحدة رئيس السيسي لتقل باجتماع مغلق مع دونالد ترامب قبل أن يصبح الرئيس الاجتماع هذا استمر فترة طويلة و لا أطلع من الاجتماع و ترامب قال السيسي شخصية عظيمة تقارير استخبارية من الـ CIA تقول أن السيسي وعد ترامب بدعم حملته 10 ملايين دولار هذه كانت عبر تقارير استخباراتية طبعا الـ FBI يعملون لصالح أمريكا ليس لصالح الرئيس أو مرشح فبدأوا التحقيق بالموضوع و إن شكت خلال فترة حكم ترامب بدايته بس قبل أن يستلم ترامب الرئاسة بيناير 2017 خمسة أيام قبلها استخبارات الأمريكية أكدت بأن المصرف الوطني المصري يعني إجدتهم رسالة من هيئة تابعة المخابرات المصرية بيسحب 10 ملايين دولار كاش من حسابهم طبعا مبلغ كبير من الاحتياط المصري من العملة الصعبة الدولار يقولون جوي أشخاص وأخذوا الفلوس بجنط بها 10 ملايين يقولون حتى وزنها 90 كيلو يصير مثل فيلم سينمائي فترامب بوقت هذا كان يواجه تحقيق مولر الذي كان عن تدخل روسيا لدعمه بالانتخابات وعلاقة ترامب بروسيا والتحقيق هذا أثبت أن ترامب كان يأخذ أنواع الدعم بطريقنا مباشرة وغير مباشرة هو يدخله سجن من وراء هذا التقرير الذي أتصور تقريبا سنتيا إذا أنا مغلطان هذا الوقت عندما الـ FBI حققوا موضوع 10 ملايين من المصر ترامب عين بيل بار كوزير يعني سكرتير وزارة العدل بيل بار الآن هو ضد ترامب بكل شكل بس بوقتها كان العوبة بإيد ترامب فبيل بار كان عندها موضوع تحقيق مولر الذي يطلع منها ترامب ونفس الوقت يريدون يشوفون موضوع 10 ملايين دولار طلبوا التحقيق حتى يعني يريدون يشوفون حسابات مال البنك مال ترامب بس بيل بار شاف انه هذا يعقد الأمور عليه لانه عندها تقرير مال مولر راح يقدم هو يريد يسد الموضوع بسرعة وطلع ترامب يعني بأسرع وقت لانه هيتعقد الأمور فرفض انه يشوفهم حسابات ترامب بنفس الوقت قال التحقيق مال مولر ما بيشي وطلع منها ترامب طلع الـ FBI انزعجة وكلش لانه شلون يعرفون إذا هاي الفلوس دخلت حسابات ترامب أو لا إذا ما يشوفون حساب المصرفي كل شيء عندهم يقول انه هذا الشيء صار بس الاثبات يكون بأنه يشوفون هاي الملايين دخلت إلى حساب ترامب فالمهم الموضوع تستروا عليه والنساء بس الان بواشنطن بوست كتبوا المقالة مفصلة عليه بعد ما حصلوا معلومات أو كانوا يجمعوه الفترة طويلة هل هذا شيء قانوني ممكن؟ طبعا لا يعني ما علي بصر ليه بصراحة غير اعرف مصريين يدعمون السيسي ومصريين ما يدعمون وهو اكيد اجا بانقلاب بس الرئيس المنتخب بوقتها كان محمد مرسي اللي علي هوا علامات استفهام يعني بس يعني انتخب ديمقراطيا كانوا بوقتها عدي موظفين من مصر كلهم بوقتها كانوا مع السيسي والانقلاب بس ايضا كانوا اقباط يعني لما اسمع ناس يمجدون بصدام حسين اللي قتل ملايين من شعب العراقيين بالحروب والاسلحة الكبيروية ضد الكرد يعني ماتوا مئات الالافة قلهم انتم متعرفون شيء عن هذا المجرم لان اني يعني بايدي مطلع جثث اطفال كرد مقابر جماعية يعني اعرف شيء انتم متعرفوه نفس الشي اني ما اقدر احكم على مصر وقيادتها اللي اني ما عايش هناك فما اقدر اقول السيسي رئيس سيء او جيد المصريين هما المفروض يعرفون هذا الشيء بس اني هنا اتكلم عن الواشنطن بوست هاي صحيفة كشفت بلاوي عبر تاريخها وخلت ريتشارد نيكسن يعني يستقيل يعني دعم تقاريرهم تسعين تسعين بالمئة من عددها صحيحة لما يكتبون لازم عندهم مصادر موثوقة قبل ما يقدرون او يوافقون على نشر خبر هذا معناه انه دونالد ترامب مو بس اخذ دعم من روسيا بس ايضا من مصر والله اعلم من ابعاد وهذا غير قانوني للحكومة الفدرالية تقولنا اي دعم من خارج امريكا من حكومات غير امريكية غير قانونية في الحملات الانتخابية زين السؤال هو هل ممكن انه تنفتح قضية جديدة على ترامب بسبب هذا الصار؟ الجواب هو لا لانه الفترة القانونية اللي قدرون يساوون يفتحون هيش قضية مرت عليها سنين بس الحقيقة يعني يمكن تأثر اذا طلعت بالاخبار بعد هواية بالانتخابات من عيسية 2019 ترامب كان مؤتمر السبعة الكبار جي سيفن وكان الرؤساء من غير دول موجودين من وقتها ترامب كان على موعد لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش المؤتمر وقال بصوت عالي الناس سمعوه وين الديكتاتور المفضل مالتي؟ أين هو الديكتاتور؟ السؤال اللي عندي هو ترامب كم من الديكتاتوريين على علاقة وياهم بحيث يقول هذا المفضل عندي السؤال الثاني إذا مصر ما اخذ من عشر ملايين من غيره من غير أشقد معخر